اشتركوا في القناة وذلك بمناسبة فوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أقيمت خلال الفترة من الرابع والعشرين أو من الثالث والعشرين حتى الرابع والعشرين من فبراير لهذا العام وأكد معاليف البرقية أن نجاح بطولة أقوى رجل بحريني يأتي كنعكاس طبيعي للدعم اللامحدود الذي تحظى به الحركة الرياضية من لدن القيادة الحكيمة وحرصها الموصول على توفير كافة أسباب النجاح لإبراز البطولات بشكل متميز يثبت القدرة الهائلة التي تمتلكها المملكة من الناحية التنظيمية منوها بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهوده لإنجاح البطولة ومشاركته المشرفة فيها وتوفيره كافة أسباب النجاح الأمر الذي اتضح من خلال دعمه ورعايته للبطولة حيث شكلت متابعة سموه للجنة المنظمة واللجنة العليا وجميع اللجان العاملة حافزا قويا من أجل بذل العطاء في سبيل إخراج البطولة بحلة تنظيمية زاهية تتناسب مع سمعة البحرين الرياضية